بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع رجم الله اللهم فقهنا في أمور ديننا وجنيانا وأقل عثراتنا وخذ بأيدينا إليك أحتى الكرام عليك كلنا بما كنت بي لأوليائك وافتح علينا فتوحى العركين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا واعلمنا ما جهلنا ويسر لنا يا رب العالمين ويسر لنا أمورنا مع الرحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واتمس على وجوه أعدائنا تقم على مكانة فلا يستطيعون المضيئة ولا المضيئة إلينا يا رب العالمين اللهم أولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فأوفقه إلى كل خير ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره وآلكه كما ألك تعاد وثمود واختم لنا ورسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين يا رب العالمين أما بعد نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغية والتقريب للقاضي أحمد أبي شجاع لفقه السادة الشفعية رحمهم الله وتعالى ونفعنا الله بعلمين معلومة شيخهم وتلامجتين في الدرين آمين وما زلنا في شروط الولي والشاهدان في عقد النكاح وقلنا أن شروط الولي والشاهدان في عقد النكاح أولا الإسلام وتكلمنا على هذا الشرط ووقفنا على قوله والثاني والثاني من الشروط الستة البلوغ أي في الولي والشاهدين كما علمت من أن كلام المصنف عام في الولي والشاهدين وإن اقتصر الشرح التفريعي على المفاهيم لأن في المفهوم يعني النص كلام المصنف يقول إيه والبلوغ والعقل يأتي هو الشرح عمل إيه يقول لك هو البلوغ الشرح يقول فلا يكون وليّ المرأة صغيرا أبو فين الشاهدين يبقى مفهوم كلامه في الولي بس في حين مقصد المصنف في الولي والشاهدين يهمت كلامه أي reasonable المحشي فمفهوم كلام الشارح اللي هو ابن قاسم تعليقا على كلمة البلوغ ألف لا يكون ولي المرأة صغيرا كلامه في الولي في حين البلوغ برضو اشتارت أيضا في الشهدين علشان كده بيقول ايه والبلوغ اي في الولي والشهدين لما علمت من ان كلام المصنف عام في الولي والشهدين وان اقتصر الشارح في التفريع على المفاهيم في قوله فلا يكون ولي المرأة صغيرا كان حقا يقول فلا يكون ولي المرأة ولا شهدين العقل ايه صغارا ومتمشي ايه لان الصغر ايه سبب بقى ان الصغر يمنع الولاية والشهادة يسلب العبارة اما الواحد يقول عبارة وما يوفيش بيها الناس يقول له ايه تعيل يبقى العيل الصغير ده مسلوب العبارة ما يعرفش يوعدك بحاجة ويقديه لا يملك ان يؤدي ما وعد به لان الطفل مسلوب العبارة واضح لان الصغر يسلب العبارة وكذلك لا يكون الشاهدان صغيرين ايضا لان الصغير ليس اهلا للشهادة لانه الوجم الصغير ده مشوش قاعد يلعب ويلتفت هنا ويجري هنا ويعمل هنا واد ايه مشوش فمش اهل للشهادة الشهادة عايز واحد يركز ويشوف طرفي العقل ويسمع العبارة اللي بتتقال وهل العبارة صحيحة ولا لأ ويتسبت الحاجات دي كلها مش من اخلاق الاطفال الصغار والثالث اي من الشروط الستة العقل اي في كل من الولي والشاهدين لانه ممكن يبقى مسلم وبالغ لكنه مش عائل فلازم برضو يبقى كمان عائل والعقل ضده الجنون والسفة والخبل واخد بالك والزهايمر الامراض اللي بتتصيب الناس في الكبر كل الحاجات دي تؤثر على العقل او بعض الامرار اللي تعمل تحول بينه وبين عقله زي الامرار اللي تؤدي الى التوهان زي ارب الغيبوبة الكبدية لا يمشي تاية مش عارف ليه من النهار ولا ظهر من عصر ويجي يرى الفتحة يتلخبط كل ده يزور يبقى ده ما ينفعش في الحالات دي انه يبقى ولي ولا يبقى شاهد في عقل والثالث اي من الشروط في قوله العقل اي في كل من الولي والشاهدين وان برضو اكتصر الشارح التفريع التفريع كما علمت اولا وثانيا الف لا يكون ولي المرأة مجنونا كان حق يقول فلا يكون ولي المرأة ولا شاهدين العقد ايه مجنون واخد المصابين بالجنون يعني او مجانين لو عايز تجمع وليه المجنون سميه مجنون لان الجنون جاء من جنة والجنة يعني ساتر اي ستر عقله بالمرأة فسميه مجنون يعني مجنون مصطور اي مصطور العقل ده المجنون فاتبعشا كده الجني سمينا جني ليه لانه مصطور عن الرؤية احنا ما بنشوفهمش هي بجن والجنة سموها جنة علشان مصطورة بالاشجار والاغصان والنباتات فسموها جنة واحنا نتصغرها في مصر نقول لها ليه هي جنينة هي جنينا تصغير جنة نقول للعيال تعالى نروح بجنينة هي جنينا فهي تصغير جنة بر لغة العوام وكذلك الجنين سميه جنين عشان نسطور ببطن أمه مش شايفين وكذا فتلاقي كلمة ايه جنة دي جاية من السكر وليها بقى يعني أنواع كديرة والمجن المجن اللي هو الترس اللي كانوا ايه يتترسوا بيه يعني يسطر بيه جسمه علشان دربات ايه السيك وكذا يعني تلق اللغة كلها متألفة في ايه في الكلمات المنبثقة من أصل واحد اللي هم كلهم مجتمعين على معنى واحد قريبا جندي لا جاية مجلول ما يفيها الجيم والنون لأن الجندي بيبقى ساتر جسمه بلبس الجندية وغيرتك بلبس الحرب وما أنت بنعمة ربك بمجنون سيدنا محي الدين من العربي لو تفسير لطيفية يقول لك وما أنت بنعمة ربك بمستور عن الغيوب يعني كأن الله يدفع عنه زم الزام وفي نفس الآية يبين أنه يوحي إليه بالغيوب فلم يسطر الغيوب عنه فإبقى الآية وحدة فيها نفي زم عنه وفي نفس الوقت نسبة كمال له في العلوم في آية وحدة فدي من لطيف تفسير سيدنا محي الدين من العربي رحمه الله فلا يكون ولي المرأة مجنونا أي لأن الجنون يسلب العبارة طبعا المجنون ده يهزي يقول كلام مش فهمه وكذلك لا يكون الشاهدان مجنونين لأن المجنون ليس أهلا للشهادة برد لده أهل للعبارة اللي هو الولي لأنه حيوجب أو يقول صيغة العب ولا التاني أهلا للشهادة لأنه حيضبط ما يقال وما يحدث أمامه ومثل المجنون بقى في الحالة دي اللي هو ما يضبطش العبارة الأخرص ما هو الأخرص ده ما يتكلمش ما احنا قلنا المجنون لا يضبط العبارة والأخرص كذلك لا يعبر أصلا بالكلام مسلوب العبارة لعدم القدرة عليها وإن كان ممكن يبقى عاقل ممكن يبقى بالغ ويبقى مسلم كل حاجة لكنه ما عندهش عبارة والمجنون ومثل المجنون الأخرص الذي ليس له إشارة مفهمة ولا كتابة مفهمة في الأخرص نوعان في أخرص له إشارة مفهمة فإشارته كأنها كلام وفي أخرص تاني ليست له إشارة مفهمة أو ده يبقى حكمه كحكم المجنون ده مسلوب العبارة بالكلية ممكن يبقى في أخرص ليست له إشارة مفهمة لكن يعرف يكتب فيكتب مراده فتعرف تقرأ وتفهمه وعايز يقول إيه إنما الأخرص اللي هو في العقد الزواج الذي لا يصح به الذي ليس له إشارة مفهمة وليس له كتابة مفهمة فيزوج الأبعد في الحالة دي نعمل إيه لو كان الولي هو الأخرص الأقرب يبقى الأبعد أبوها أخرص الأقرب عن الأبد هي الجد أبو الأب ده ما فيش الجد أبو الأب في أبو أبو الأب ناخد أبو أبو الأب طب مفيش دول ماتو ناخد الأخ الشقيق مفيش الأخ الشقيق ناخد الأخ لأب مفيش الأخ لأب ناخد العم الشقيق مفيش العم الشقيق ناخد العم لأب مفيش العم لأب ناخد ابن العم الشقيق مفيش ابن العم الشقيق ناخد ابن العم لأب وهكذا هذه معنى الأبعد نترك الأقرب ونروح للأبعد يعني طلع الأب أخرس وليس لو إشارة مفهمة ولا كتابة مفهمة والأخ كذلك والعم كذلك يبقى ناخد مين اللي على الدور بقى على خرص نعمل إيه معلش قدر الله فالحمد لله الذي علمنا الكلام علم الإنسان ما لم يعلم وعلى شكرا بيولدت الحالة دي يعمل إيه فيزوج الأبعد الأبعد في ترتيب الولاية الأبعد في إيه في ترتيب الولاية يعني الأولياء دول كأنهم وقفين صف كده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة كده الأب واحد الأخ اتنين العم ثلاثة ابن العم أربعة وكل واحد من دول نفكه الأخ في شقيق وفي أخ الأب والعم شقيق ولأب وابن العم شقيق يعني وقفين تبور يبقى ناخد الأبعد على طول في الحالة دي فيزوج الأبعد حينئذ إيه حينئذ يعني حينئذ لا يتوفر الولي العاقد أو المتكلم كما تقدم في النظم حيث قال فيه النظم اللي أرنام مرة اللي فاتب وأخرز جوابه قد اقتفل يعني ليه غير مفهوم العبارة وغير مفهوم الكتاب فإن كان له النوع الأقرس الثاني فإن كان له إشارة مفهمة أو كتابة دي يعرف يكتب كلام يقرأ كذلك أو كتابة كذلك فإن لم يختص بإشارته الفطنون آه يشترى بقى إذا كانت إشارته مفهمة يفهمها كل واحد ولا يفهمها إزاكي بس إحنا عايزين إشارة يفهمها كل واحد عشان يتم العقد مش يفهمها بس الناس الأسكية لا ده عقد مهم فهمت بقى إزاي عشان ما يجيش في الآخر وقت ما كانش قصدي ما ينفعش ده عقد مهم فإن لم يختص بإشارته الفطنون بل فهمها كل أحد بقى إشارة العقد بنفسه في الحالة دي لأن بقيت إشارته المفهمة كانها عبارة واضح كل الناس عادين فهمين على وإلا في الحالة دي طب ما لوش الإشارة إلا يفهمها الفطن بس النبي يبقى في الحالة يوكل يوكل واحد بيتكلم واضح وإلا وكل من يعقد بإشارة أو كتابة وإن كانت كنايتين يعني الوكالة بالكتابة وبالإشارة كناية فهم لأن الإشارة مش لفظ صريح والمنطوخ ده لفظ صريح تبقى الإشارة كناية يمتني بقى ازاي فهو هيوكل بالكناية لأن الوكالة تصح بالكناية والعقد لا يصح بالكناية فيقوم يوكل يقوم العائل الوكيل يتكلم بالعبارة فيمتني بقى المسألة وإن كانت اللي هي الإشارة والكتابة كنايتين لأنها غير منطوخ بهما ولا يباشر النكاح بنفسه لأنه لا يصح بالكناية لأن عقد الزواج لا يصح بالكناية فيمت كلام الشيخ بقى عبارة مهمة تلاقي مغلقة شوية لو قردتها بسرعة كده لكن لما تيجي تفتحها تلاقي فتح قوله سواء أطبق جنونه أو تقطع يعني إلى ولي المرأة والشاهدين ما ينفعوش يبقوا مجانين سواء الجنون أطبق عليه إطباقا شديدا أو تقطع يعني بيجيله أحيان ويفوق أحيان خيس يعني لو هو بيبقى مجنون أحيانا وبيخف أحيانا لو عقل العقد في وقت الخفافان التام يمش واضح فيزوج الأبعد في زمن جنون الأقرب واضح يبقى لو جاء عقل الزواج في وقت جنون هذا الولي القريب يوم ينتقل الولاي للأبعد واضح دون زمن إفاقته الصافية عن الخبل ما ننتظر نقول استنوا ده الرجل ده أصلا بيتجنن ثلاث شهور في السنة وبعد ثلاث شهور بيبقى عاقل ومنأجل العقد ده مفيش مشكلة ننقل على طول للايه للولي الأبعد واضح فيه ناس كده بيقولهم بنقول سيزونل يعني سيزونل يعني حسب فصول السنة متعلق بفصول السنة في الحالات اللي زائية دي مش مؤمن أنتظر لما يفوق لا يعني اللي هو كان يقول عليها الرجل في الأغنية عندي شعر ساعة روح وساعة تيج ده في مرض كده فعل اللي هو السيزونل مانية واخد بالك فينا الناس كده آه أهلوا عارفينه في أسلاب التجربة ده أنا أعرف أطباء أسادز أنا أعرف أسادزة أسادزة كده زكاء خارق وفي مهنة مفيش أحسن منهم في مهنتهم لكن هو بيجي لهم ثلاث شهور في السنة فعلا ياخد أدوية مانية يتعب يجيله كده وتملي المرض ده ما يجيش إلى الناس الأسكية جدا اللي عنده زكاء عجيب بعد كده يفتع ياته ويعمل أحسن عملية في الدنيا يعملها على أرقى مستوي لا خلاص ما دي معروفة بالتجربة ما نتملك بيه أصل هو إحنا عايزين العقد لحظة العقد إحنا عايزينه هو وقت العقد وليس مش عايزينه طول مدة الزواج أنا ما ياد ما ممكن يعقل العقد أقول بكرا والعقد تم نعايزينه لحظة العقد دون زمن زمن إفاقته الصافية عن الخبل فيزوج الأقرب في زمن إفاقته المذكورة لأنه هو الولي حينئذ فإن لم تكن صافية عن الخبل افرد زمن إفاقته ما بيبقاش فيئتاما تاما يبقى أحسن صحيح متحسن لكن ما خفش آه لا بلاش بقى يبقى 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 أي زمن الإفاقة هذا إفاقة تامة لكن لو إفاقة غير تامة ما لنجد عوضي برد فإن لم تكن صافية عن الخبل زوج الأبعد الأبعد في نجيب في الصف وقف في الصف وقف في الصف ومن ذلك يعلم أن مختل النظر بخبل في عقله لا يكون وليا يزوج الأبعد كما مر ذكره في النظم السابق يبقى أي واحد عنده نوع من الخبر ومستمر معاه ده ما ينفعش يبقى ولي في عقد زوج طول عمر ومعه ومعه ما أخذ بالك ها كذلك طبعا هنا الولي والشايد طبعا بردو 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 لأ ما مش شرطي يستمر شهد لأنه ممكن يموت بردو الشهد بعد لحظة بعد العمر آه تسلح تسلح يعني لا يشترط أن الشهد يبدل عايش طول ما عقد الزواج مستمر يعني الشهود اللي شاهدوا على عقد زواج أنا ماتوا رحمهم الله هل معنى كده أن الزواج بتاعي لازم أعمل عقد جديد بعد ما مات الشهود لا يستمر العقد على ما كان علي وإلا كنت حدفع مهر تاني ويبقى مألم وقاب حدفع مهر بأسعار اليومين دول الموسيبتين تبقى الحمد لله على نعمة الشرع الشري والرابع أي من الشروط الستة قوله الحرية أي الكاملة يبقى لازم كمان يبقى حر ما يبقاش رقيق عبد لأن العبد ده ما لهوش تصرف في نفسه هيبقى ليه تصرف في غيره إذا كان هو نفسه ما لهوش تصرف في نفسه فلا يملك التصرف لغيره نفهم من هنا ما ينفعش يبقى روبوت نحن في زمن الإنسان الآلي ده بيفكر ويعمله إنسان آلي في شكل هيئته هيئته إنسان يبقى لابس بذلة وكرافات إنسان وماشي وعملين وتيجي أفلام بحيث أنك ما تقدرش تميز إن ده فعلا بشر مش بشر وأخذ بقى لك إزاي ده ما ينفعش هذا الروبوت ولو في صورة إنسان كامل يبقى لأن ده عرفنا منين حكم الروبوت من العبد شفت بقى دراسة دراسة أحكام العبيد والرقيق مهمة عشان تعرف تتربى عندك حس الفقه اللي به يقيس لما يجي لك حاجة تانية تقيمتني إزاي لأن العبد كان يباع ويشترى ولا يملك التصرف في نفسه والروبوت أيضا يباع ويشترى ولا يملك التصرف في نفسه فهو رقيق كالرقيق بزر والرابع أي من الشروط الستة الحرية أي الكاملة يقينا في كل من الولي والشهدين فلا يصح النكاح بمستور الحرية يبقى مستور الحرية أو ظاهرها بأن يكون ببلد اختلط فيه الأحرار بالعبيد ولا غالب في الأول وغلب الأحرار في الثاني نظير ما مر في الإسلام يعني ما ينفعش نعقد العقد بواحد في بلد اختلط فيه الأحرار بالعبيد وما غلبش الأحرار أو في بلد اختلط فيه الأحرار بالعبيد وغلب أحد الجانبين ما ينفعش إلا ما تأكد إنه هو حر من الأحرار واضح؟ لازم تأكد ها؟ هنجد هني اسأل مبعد مبعد يعني بعض وحر وبعد لكن لو مبعد جاي البضاعة يعني ما فيش مانع تبقى حلوة هيكونش علينا بهدايا هنفرح هنفرح به طبعا لك قثر البضاعة قوله فلا يكون الولي عبدا في إجاب النكاح خد بالك قال في إجاب النكاح لكن الولي ممكن يبقى قابل لأن العبد ممكن يبقى قابل ممكن يبقى عريس ممكن يجيب ود عبد من عبيدي لو كان عندي يعني واجوزه تهمت ازاي والودي يقول قابلت لكن ما ينفعش العبد يبقى موجب يقول زوجتك ما ينفعش لكن هو يقول قابلت يمشي لأنه يمكن أن يزوج نفسه بإذن وليه العبد لكن لا يمكن أن يزوج غيره ولو بنته ولو بنته بنته يجوزه مين السيده اللي يملكه لأنه يملكه ويملك بنته تهمت فلا يكون الولي عبدا في إيجاب النكاح فلا يجب العبد النكاح لا بطريق الولاية ولا بطريق الوكالة كمان فلو وكله الولي فيه لم يصح نعم يزوج المكاتب أمته سؤالك يزوج المكاتب أمته لأنه يزوج بالملك مش بالولاية المكاتب ده اللي هو عبد بيشتري نفسه بأقصاد وسيده اعتبر حر حرية معلقة بسداد القسط فلما صار حرا حرية معلقة استطاع أن يشتري هذا المكاتب عبدا أو أما فله أن يزوج هذه الأمة هذا المكاتب بالملك لا بالولاية واضح لأنه يزوج بالملك لا بالولاية وكذلك المبعض نفس السؤال يزوج أمته التي ملكها ببعضه الحرب لأنه يزوج بالملك لا بالولاية كالمكاتب بل أولى لأن ملكه تام في بعضه الحرب أولى من المكاتب كده برضو المكاتب ملكية تامة في ملكية معلقة ولهذا تجب عليه الزكاة تجب الزكاة المبعض بماله الذي اكتسبه ببعضه الحرب قوله ويجوز أن يكون قابلا في النكاح ويجوز الرقيق يبقى قابل في عقل النكاح يقول قابل أي ويجوز أن يكون العبد قابلا في النكاح لنفسه بإذن سيده أو لغيره بالوكالة عنه يبقى ينفع يبقى قابل لنفسه وقابل لغيره بالوكالة كل ده بإذن سيده لكن ينفع بإذن سيده يبقى ولي ما ينفع حتى ولو أذن له سيده حتى لو وكله سيده قاله الميدان يعني بيقول لك لولا الزيادة اللي قالها الشارح في الحتة دي ما كانتش اتضحت الفرق بين العبد في حال إيجابه الذي لا يقبل وفي حال قبوله الذي هو يصح زيادة زيادة من الشارح ليبين غرض المصنف الذي لم يوضحه المصنف واضح قوله والخامس أي من الشروط الست الذكورة أي يقينا لازم اللي بيعقد عقد الزواج ده يبقوا رجالة لازم الولي يبقى راجل والعريس لازم يبقى راجل طبعا هزوجها بره مش لازم بقوله يا زوج الوقت الست للست يعني ممكن يبقى العريس الست في الكنيس ده بره يعملوا كده ممكن يبقى العروسة راجل وقعت في الكوش واخد ده الوقت الكنيس تزوج إيه الشواذ المسلمين ما يعترفوش بالكلام ده مسخرة حرام قطع يبقى يشتغل في عقد الزكورة يقينا ما ينفعش خنصة كمان لازم يبقى ذكر في الولاء في الولي وفي الشهود وفي الزوج لازم دوليبوا إيه رجال أي يقينا في كل من الولي والشاهدين فلا ينعقد النكاح بشهادة النساء ولا برجل وامرأتين عقود البيع بتولول يعني إذا أحصبها شيء تقول إيه بتولول تولول يعني تبكي وتلتم وتعيت كام فأسموها أولية وقوله فلا تكون المرأة أو الخنصة وليين أي ولا شاهدين أيضا كمان ما ينفعوش نعم إن اتضح الخنصة بعد العقد بالذكورة تبين الصحة النكاح في الولي 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 ده كان أخ الزوجة لأب أو الشقيق مثلا والوال ده اتولد خنصة مشكلة لكن متربي إنه راجل بس هو لسه بيعمل تحليل وشغال في التحليل مشان نعرف ده الراجل ولا ده سئ فجاءت أخته هتتجوز فرح زوجها في الفترة لقبل ما تبني التحليل عقد عليها بالولاية خلص العقد الحمد لله اتصعي التليفون مبروك انت طلعت الراجل صح العقد مع إنه لما عقد العقد كان مشكوك لسه فيه واضح بخلاف ما لو كان زوجا لو كان زوج لازم يبقى ذكر يقينا في الحال ما ينفعش يبقى خنصة مشكل ويتضح بعد العقد انه رجل ليه لأن المعقود عليه يحتاط اكثر من القائم بالعقد فهمت بقى ازاي يبقى هنا الولي تختلف المسألة في الولية عن الزوج في الخنصة المشكوك فنقرأ هنا كلام الشيخ بيقول حتى لو كان الشاهدان خنصة ثم بان رجلين فالأصح الصحة ولا يرد وتعترض شباء يعني في المسألة ماذا ما لو ما لو عقد للخنصة أو عليه ثم اتضح بالذكور في الأول وبالأنوث في الثاني عليه بالأنوث في الثاني ليه عليه حيث لا يصح لأنه يحتاط في المعقود عليه ما لا يحتاط في غيره كما مر فهمت كلام الشيخ واضح قوله هو السادس أي الذي وآخر الشروط الستة السادس آخر الشروط الستة العدالة العدالة نسميه يعني ايه الديانة رجل دين رجل صالح ساعات المصير يقولك عليه رجل طيب كل دي اسمها العدالة لكن الفاسق يقولك ده رجل كداد ده ما بيركعهاش ده رجل خاين ده أمرتي بيلعب أمر ده سكري ايه ده ده الناس حفظين اهي الناس حفظين ايه العدالة على طول اول ما يقولك دين يبقى حدل خلاص انما تقوله ايه انا حتجوز بنت فلان تقولك ده بوها سكري ده عمره ما دخل الجامع ده اه هنا بقى ايه طعنوا في العدالة بقى انت بقى المسألة العدالة هي لغة لاستقامة والاعتدال وعرفا ايه تعرفها عرفا بقى ملكة في النفس تمنع من اقتراف الذنوب الكبائر وسغائر الخصة يعني هوش معصوم السغائر ممكن يعمل بعض السغائر لكن اه ما يعملش السغائر الخسيسة يعني يروح مثلا وهو بيشتري من الفكهاني يقوم الفكهاني بيوزن يروح واخد برطوعنا حتى تفجيبه اه دي حاجات خسيسة كده ما تلاقش يعني دي حاجة ما تصحش يعني او مثلا نروح لفكهاني يقول الكيلو بكام ده كذا طب دوقني يدوه طب وده بكام كذا طب دوقني طب وده بكام كذا طب دوقني يأكل بعد كله وفي الاخر طب يديني ربع كيلو منه وهو كالكيلو دي ايه حاجات ايه تخرم المروعة يعني سموها خوارم مروعة عند ايه الفكهاني سموها خوارم المروعة والعدالة هي لغة لاستقامة والاعتدال وعرفا ملك في النفس تمنع من اقتراف الزنوب الكبائر وصغائر الخسة زي ايه كسرقة لقمة وتطفيف تمرة والردائل المباحة يعني بعد ما وزنوا كله تماموا بيها تقير روح التمر حتفرق يعني حتفرق ما معك التمر فهمت زي دي حاجات خسيسة والرزائل المباحة برضو ما يعملهاش بالرغم انها رزيلة ومباحة زي مدغ اللبان يمشي في الشارع كده يمدغ لبانة طب ومدغ لبان ده حرام هي اللبانة نجزة طه ايه يعني ما يعود يمدغ لبان كده لكنها عند الناس في العرف ضد المروق مايصح ده حتى اما يشتم واحد يقول له يا بولبانة كده برضو يعني برشتيمة برغم انها مباحة يبقى مايعملش برضو الرزائل المباحة فانت بالك ازاي كالمشي حافيا او مكشوف الرأس ببالك بكل الرجال مغطين رأس يوم يمشي عائر الرأس كده تقيمت ازاي يمكن احنا احنا في زماننا ده لو مشي بالتربوش يبقى من خوارم المروق لان الناس هتزفر هتفكروا من اهل الكهف لان اوخد بقى كناين بقى له مئة سنة ويربطلع من القبر حط التربوش وطلع اوخد يبقى ايه تختلف بقى الخوارم المروق دي تختلف من زمن لزمن تقيمتني ازاي يعني في زمن ايام ما كان كل الناس معممين الرجالة فلو مشي هو رأسه عاري دي خوارم المروق الوقتي فلو مشي بعمامة او برأسه عاري مش من خوارم المروق يولد دي حرية شخصية فما بدش تفرق بقى تقيمت بقى المسألة او مكشوف الرأس واكل غير سوخي في سوق اه يلقوه ماشي في الشارع هو اصلا مش من اهل السوق يعني مش من التجار ومعندوش محل فتح لكنه ده من الناس العاديين ماشي في الشارع يمسه عصب ويرمي ويقذز لبه ويتفف قفل قدامه واخد بقى لك كده ما يصح واخد بقى لك ده مش شغل الناس المحترمة فتح او مسك ايه سندويتش وقعد يأكل وهو رجل استاس في الجامعة ومعندوش محل او قاضي او مثلا شيخ واعس في مسجد وتشوفه ماسك سندويتش كده وماشي في الشارع يأكل ويهز العمة وهو بيأكل اهلا انت حتى لوحدك تنتقده صح ولا لأ لكن لما يبقى محل في السوق وقعد بيأكل عادي ما وبيأكل في محل الموضوع بده تهمت بقى المسألة بيديك امثلة يعني لخوار المرورة واكل غير سوقي في سوق والمرد بها بالنسبة للولي عدم الفسق يجمعوها العلم يقولك يفعل ما لا يليق بزمانه ولا بمكانه طب تبقى يبقى اي حاجة يفعلها لا تليق بزمانه لان تختلف باختلاف العرب او مكانه يعني مكانته الاجتماعية يبقى هنا بقى ما يليقش يعني راجل دكتور مثلا محترم كده جراح يلبس بانطالون جينز وتيشيرت زي الشباب اللي راحين الجامعة تقيم طب ما قال لبس ده مجائز ما فياش حاجة بس ما يقالكش بسنه ولا بوظيفته هو عنده ستين سنة هو راجل رئيس قسم ولا مدير مستشفى في امت ازاي او استاس الجامعة لبس بانطالون جينز وكوشت وكوشي وتيشيرت وبنص كوم ومسك سلسلة قاعد يعمل بها كده ورايق المستشفى الله ده حتى الناس تبس له كده تقولك ايه ده في حين ان ابنه هو بيعمل كده هو رايش كليته محدش يعيب عليه سنه كده ابنه لا يمت بها الناس ألا عشان كده ايه يفعل ما لا يليق بزمانه ولا مكانه مكان يعني مكانته دي اسمها خوارم المروء خوارم المروء يبقى العدالة تنقسم الى خوارم مروء وفعل معاصي خوارم مروء من المباحات التي لا تليق بزمانه ولا مكان ومعاصي كبائر وصغائر صغائر لا يصر عليها ويمتنع عن الصغائر الخسيسة والكبائر لا يفعل الكبير أصلا يبقى ايه ما تأسم العدالة تأسمها بالطريقة يبقى العدالة تفكها حتتين ديانة ومروء الديانة تفكها ثلاث حتة تفك الديانة كبائر لا يفعل الصغائر تفكها حتتين صغائر خسيسة لا يفعل صغائر غير خسيسة قد يفعلها ولكن لا يصر عليها واضح بقى نيجي بعد كده في المروق نعتبرها نعتبرها فعله مباح فعله مباح لا يليق بزمانه ولا مكانه تقيمت ازاي دي خوار من المروق يبقى المروق تتكلم في المباح والديانة تتكلم في الحرام والاتنين يجتمعوا عشان يبقى الإنسان عدل تقيمت بقى المسألة دي نقطة مهمة مبحث مهمة بقى أي مرتبه في ذهنك والمراد بها بالنسبة للولي عدم الفسقة يشترك بالنسبة للولي احنا عايزينه بس يبقى مش فاسق يعني يعلم ما تقول واخد بقى لك حاجة جوز بنت فلان الناس ما يقول لكش الراجل ده وحش يعني مستور الحال كفاءة دي تقيمت بقى فيشمل الواسطة فالصبي إذا بلغ ولم تصدر منه كبيرة ولم يصر على صغيرة ولم تحصل لو تلك الملكة لا عدل ولا فاسق ومع ذلك يزح أن يكون وليا وكذلك الكافر إذا أسلم والفاسق إذا تاب فإنه يزوج في الحال وشكرا احنا قلنا بنتوب الناس قبل عقد الزواج تهمت إذا عشان نصح ولاية الولي هذا فبيلا أعزم بسي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن سيدا محمد رسول الله أشهد أن سيدا محمد رسول الله حيا على الصلاة لا حول ولا خول حي على الصلاة حي على الخلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فصلاه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمه فبيتكلم هنا في موضوع العدالة بالنسبة للولي بيقولك يكفي فيه أنه لا يكون فاسقا يعني مصطور الحال تكفي فيه بخلاف الشهود يبقى معلوم العدالة الشهود لكن الولي يكفي فيه أنه يكون عدم الفسق فيها فيشمل الواسطة إن الصبي ولا وكذلك الكافر إذا أسلم والفاسق إذا تاب فإنه يزوج في الحال لأن الشرط ولي في ولي النكاح عدم الفسق لا العدالة العدالة شرط أعلى شوية فكان يقول عدم الفسق وخلاص لا العدالة المتقدمة يعني ما يشتردش أن يبقى قبل كده قبل لحظة العقد إيه عدل يكفي فقط إن في لحظة العد في لحظة العقد إن هو مش مشهور بإيه بالفسق واضح وإشان كده إحنا قلنا إن تملي الناس قبل العقد يبدأوا بالاستغفار وبالتوبة وبقراءة الفاتحة كل الحاجات العادات الحلوة دي كلها في عقود الزواج ليه لتصحيح حال الولي والشهود ويكفي بالعدالة المستورة والظاهرة في الولي والشاهدين ولذلك نقل الإمام الغزالي يعني نجي نقول مثلا حليق اللحية مثلا عند الجماعة مثلا الوهبية والسلفية حلقة اللحية دي كبيرة من الكباء يبقى ده الولي ده ما ينفعش عندهم يبقى والي في عقد النكاح على مذهب مين؟ السلفية والوهبية واضح؟ لأنه ده يبقى إيه فاسق يعني لازم يستنى الحد مدى أنه تطلع عشان يحضر العقد ده على مذهب مين؟ الوهبية لكن عند باقي العلماء حلاقة اللحية تدور بين الحرمة كصغيرة وبين الكراهة فقط فهمت إزاي؟ فيبقى حليق اللحية يبقى ليس فاسق على مذهب المعتدلين من المسلمين فهمتني بقى إزاي؟ لو واحد معتدل من المسلمين كده لم يدقش مع ولي الزوج يقول له التالت التحلي ده لا لا فعلش روحوه ويخرب العقد في إمتباه المسألة غالط كده ويكتفي بالعدالة المسطورة والظاهرة في الولي والشاهدين ولذلك نقل الإمام والغزالي إمام الحرمين الجوين والغزالي الاتفاق على أن المسطور يلي ولذلك أيضا ينعقد النكاح بمستوري العدالة بمستوري العدالة ولو كان العاقد بهما الحاكم على المعتمد وهما المعروفان بها ظاهرا بسبب المخالطة من غير تزكية عند القاضي يعني مش شرط حتى الشهود أن القاضي يزكيهم كان زمان القاضي لما يتعين قاضي في أي بلد أول ما يروح البلد provenى كان زمان أيام الرżyt الأمن الأخير يأتي القاضي المؤاطم يتعين قاضي في محكمة المؤاطم الحياً اللي احنا عايشين فيه يوم يجي قضي المؤطم ده يروح لشيخ حي المؤطم شيخ حي المؤطم ده الكبير بتاع الحي اللي عارف كل الأسر اللي سكنة وأحوالهم ده مريض وده عاجز وده بيشتغل ايه وده كده فيروح لشيخ الحي او عمدة البلد يقول له مين الناس العدول اللي بتقبل شهادتهم عندك هكلي اسمها علشان ما يبقى عنده قضية ما يقبلش شهادت اللي دول إنهم البقين ممكن ايه تشتري شهادت فالقاضي ما يقبلش شهادت تهمت بقى فعلشان كده القاضي بيبقى عنده أسماء الناس العدول المزكاة فما يشتردش بقى في الولاية هنا إنه يبقى مزكة من القاضي يعني القاضي ما يبقى عنده بيان بأسماء ايه الناس ويبقى هو اسم الولي ده من ضمن المذكورين عنده لا ما يشتردش يكفي إنه مستوري الحال بقى إمت بقى المسألة؟ هم؟ اه في العقد بقى في الشهود يعني فيه فيه أوجه كتيرة عندنا كشفعية يقول لك لازم يبقى عدل قبل العقد واخد بالك ده عند الشفعية البقين كثير من المذكورين يكفي إنه مستوري الحال برد مش مشهورين بالإيه بالفسق واضح؟ لكن عند الشفعية تشددوا في الشهود أكتر من الولي واخد بالك إزاي؟ عشان كده يستحسن في أي عقد زواج إنك إنت تعزم ناس في العقد يعني يحضروا العقد ولو لم يكونوا هم الشهود اللي بيمدوا يكفي بس إنهم عادين حضرين العقد دول يعدلوا العقد إلا عادين دول وقيل هما الذان لم يطلع لهما على مفسق وعلى هذا فيكفي حضور شاهديني وإن لم يعرف بالمخالطة بأن يؤتى بهم من الطريق والحال أنهم غير معروفين لأن ظاهر المسلمين العدالة والفرق بين مستوري العدالة حيث اكتفي بهما وبين مستوري الإسلام أو الحرية حيث لم يكتفي بهما أن الإسلام والحرية يسهل الوقوف عليهم باطنا سهلا خالص تعرف ده مسلم ولا مش مسلم الوقت بالبطاقة الشخصية سهلا وريني بتعطيك تعرف المسلم كان زمان سيدنا خالد لما يحب يعرف ده مسلم ولا مسلم يقول لي أرى الفتحة لأن خالد بن وليد لما كان يجي بأثناء الحروب يعني ويلقى واحد كده غريب قاعد في وسط صفوف المسلمين يخاف يعتبره عين من العيون جسوس لابس لبس المسلمين قاعد في وسط العسكر عشان يقول أخباره فكان يجيبه يقول له اقرى الفتحة الثاني بقى ما يعرق يقول له فتحة يعني ايه فتحة تروح دار برقابته على طول يعرف عليه أنه ده جسوس يعني ايه يختبره يعني إنما الوقت يبع يبل هو اي الشخصية تقول له وريني بتعطيك خلاص تعرف دينه ومكتوب في البطاقة حيث لم يكتفي بهما أن الإسلام والحرية الفرق بينهم أن الإسلام والحرية يسهل الوقوف عليهما باطنا بخلاف العدالة فلا يسهل الاطلاع عليها باطنا انت احتاجت عشره بقى لانت زا عشان تعرف ده عدل ولا لا تحتاجت تعيش معاه شهر اثنين تلاتة عشان تعرف الراجل ده راجل صالح ولا مش صالح فدي صعبة وبالتالي يكفي بمسطور الحل واخر عشان العقد يتم والجواز يتم بقى من باب التأثير لرفع الحرب لأن جاء الشرع بيحسة على الزواج تقيمت ازاي؟ فيبقى نمشيها بقى ماشي الزواجة وما توقفش زي العقلة في الضور تقليش واحد سلف يحضر العقد ويكون ولي الزوجة حلق لحيته حقلبها نكد حقلبها لك نكد ولا حوله ولك وتقيمت تقيمت لكن لو ولي الزوجة من ربي دانه مجرش حاجة عزمه بقى 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 غير بقى ما يهمكش قوله فلا يكون الولي فاسقا وكذلك الشاهدان لا يكونان فاسقيني فلا ينعقد النكاح بشهادة فاسقيني لأنه لا يثبت بهما ولا ينعقد بولي فاسق بأي نوع من أنواع المحرمات كشرب الخامر والسارقة والزنة وترك الصلاة وإخرج عن وقتها طب التدخين عايز ما أبحث عايز ما أبحث واخد بالك لأن التدخين حرام بنص در الإفت فلو عرفت أن ولي الزوجة مدخن هل ده يبقى مصر على صغيرة فيبقى مش عدل ولا لا تحتاج مبحث حديث يبقى المفروض فقالي ومن دول يبحثوا لنا فيها لأنها من حيث ظاهر الأمر تخرم عدلته لأن التدخين حرام والمدخن مصر عليه لأنه مدوم عليه واضح فهل ده يسقط عدلته وبالتالي يبقى إمامته مكروهة في الصلاة ووليته لا تصح في عقد الزواج ولا لأنه زاع وانتشر واخد بالك فلعموم البلوة يغفى عنه مؤقتا لتصح العقود عايزة مبحث فهمت إزاي بحطة دي محتاجة مبحث في المسألة دي يحطها عندك وتبعت لدار الإفت شوفوا يمي جاوبوك يقولوا لك حديثا فهمت إزاي هل هيكس هيقولك لا لا تؤثر في الولاية بناء على عموم البلوة واخد بالك إزاي ولتيسير العقود ولتصحيحها فيبقى معلش تجاوز عن هذه المسألة ولا حيقولك لا ويقف زي زي العقدة في المنشار ويقولك لا يمنع العقد لحد ما الولي يبطل النكاء أنا بعمل إيه لما بحضر عقد نكاح لولي مدخن بعمل إيه فما اللي أقول للناس الفتح طبيعة المسلمين لو بيدخن يرمي السجارة ويقرى الفتح يبقى توقف عن التدخين ويقولهم قولوا استغفروا الله يستغفروا الله توبنا إلى الله توبنا إلى الله يبقى تاب نعمل العقد خلص العقد ويولع السجارة ما ليس جعابة المهم العقد بقى صحيح أغلبها أنا بعمل كده والله مؤقتا لحين ما حلولنا المشكلة ولا ينعقد بولي فاسق بأي نوع من أنواع المحرمات كشرب الخمر والسرقة والزنا وترك الصلاة وإخراجها عن وقتها سواء أعلن بفسقه أم لا وتحط بنقسين وهل التدخين يدخل مثال أم لا سؤال قابل للبحث لحديث لا نكاح لا نكاح إلا بولي مرشد في حديث عن النبي خد به الإمام الشافي عشان كده اشترت العدالة هنا الإمام الشافي بالحديث ذا قال لا نكاح إلا بولي مرشد يعني راشد يعني عادل قال الشافي رضي الله عنه والمرشد العدل أي غير الفاسق وهذا في غير الإمام الأعظم آه الإمام الأعظم اللي هو الخليفة يعني اللي هو غير موجود الآن أما هو فلا يضر فسقه لأنه لا ينعزل به لا ينعزل به ليه لأن عزله بفسقه يؤدي إلى فتنة شد وتفرق المسلمين وتجرزمهم وإراقة الدماء وكل فريق يبقى له أنصار وده يقاتل وهذا يؤدي إلى طمع أعداء الإسلام في المسلمين حيث انشغلوا بأنفسهم فيأتوا بعدها الإسلام يكتاحه بلاد المسلمين على حين غيرها وبالتالي من باب ارتكاب أخف الضررين يبقى حاكم فاسق ولا نعزله بفسق ونختلف يقول لك لا ده الفرقة أشد ضررا من فسق الحاكم واضح لكي حتى الحكاية دي موجودة جوة القرآن وأنت مش واخد بالك جوة القرآن القعدة دي وأقر فيها وده كان اجتهاد الأنبية سيدنا هارون سيدنا هارون سيدنا موسى أخلفه على قومه ويس وذهب لميقات ربه أربعين يوم حتى يكلم رب بني إسرائيل سيدنا هارون كان راجل طيب بالجانب محبوب من كتر ما بيحبوه متعودين عليه ما بيهبوهوش بسي سيدنا موسى يخافوا منه أو ما يقولوش موسى جاي كل يعمل كما لنما هارون عادي كل يعمل ليس مشكلة لأن هارون حبوب مترب معاهم وكان خافت جناحه ليه فأول ما مشي سيدنا موسى هارون بقى هو الزعيم زعيم حبوب يحبوه هم نفسهم يعبدوا عجل عبدوا عجل براحته قال لك لا مش هعمل لنا حاجة ده رجل طيب سيدنا هارون نصحهم مرة مرة واثنين وثلاثة مفيش فايدة أم عملي سيدنا هارون سابهم لحد ما يجي موسى لأنه لو كان شد عليهم حيفرقهم قال له إيه إني خاشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تركوا بقولي دول وقعوا في الشرك يعني الشرك أخف من الفرق شفت الفقه ده ده فقه مخفي جوه كرآن طلعه أنت بقى ويفرق إذا كان الشرك وأقره سيدنا موسى شكده بره قال رب اغفر لي ولي أخي وأدخلنا فيه رحمتك يبقى أقره على تفكيره صح ولا لا وقبل عزره ثم واجه قضية اللي هي العجل بنفسه سيدنا موسى حتى انتهت واضح يبقى الفرق أشد من الشرك شف قده يبقى فما بالك ما ليس ما هو أدنى من الشرك من المعاصي هذه الحكم غير موجودة في العصر الحديث واضح ولو قلتها يقولك عليكم الفلول مش ده اللي بيحصل على طول لو جيت قلتها يقولك شوف علماء السلطة بالفلول طب خليك انت عام كل انت فلول وطعمي برحم ما أخذ بالك لكن الدين لا يحب إراقة الدماء ولا يحب الاختلاف ولا يحب الفرقة ولا يحب الشت موسى ويبقى ايه الناس شيع عايزين نبقى يد واحدة على من سوان خد بالك فناخد بالنا من الحاجات البسيطة اللطيفة دي وكلنا بنقرأ القرآن وناخدش بالنا من الحكم دي صح اني خشيت وانت قول فرقت بين بني اسرائيل او لم تركوا قوم ام قال ايه رب اغفر لي والي اخ ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني فلا تشمن بيه الاعداء ولا تجعلني مع القوم قالوا كده دي اعذاره اعذاره ان ان ويعني لين الجانب عليهم وهم طامعوا في حلمه وانه هو خاف يفرقهم وانت جاي جاي بعد فترة بسيطة اه يبقى معنى كده انه قبل اربعين يوم يعبدوا العجل انه هو يبقى يقبل بالشرك بقى كافر ده نبي هتكافر نبي هو علشان قبل هذا مقابل درء مفسدأ عام يبقى قبل هذه المفسدة لا ما قبلش هذه المفسدة ولكن اختار اخف الدررين زي زيارة الدكتور علي بهم علي القدس اختار اخف الدررين في نظره قال اننا لما نهجر زيارة المقدس بيت المقدس تماما على مدى سنوات طويلة ده يتيح الفرصة لليهود يغيروا معالم البازق للأقص وحيهدوه ويعملوا ويتناسى المسلمون حقهم في هذا المكان ولكن لو زرناه وبقالينا رجل فيه يهابوا انهم يغيروا معالم البازق وان احنا جربنا المقاطعة على مدى 40 عاما فلم تؤدي شيء فلنجرب شيء آخر ربما يؤدي لشيء نحرك المياه الراكدة جربنا 40 عاما قبل المقاطعة منذ 40 عاما كان عدد المقدسيين بالنسبة للسكان الاصليين من 10 ل5 في المية او من 5 ل10 في المية من 40 سنة طب بعد المقاطعة الان عدد المقدسيين بالنسبة للسكان الاصليين اللي هم غير مقدسيين 1 في المية يعني لو استمرنا كمان 20 سنة مش هيبقى في القدس واحد مسلم هيبقى كلهم يهود فهمت بقى المسألة يبقى نقدم اي المصلحتين مفيش مسلم اصلا يقبل الاحتلال ولا يوالي اليهود دي مسلمة بين جميع المسلمين معهم اختلفوا في الفروع صح ولا لأ لكن فيه وجهات نظر هل ده الانسب الان ان انا ازور وحافظ على ما بقي من معالم واقوّل سكان بدل ما يهجروا البلاد دي بسبب الاستضعاف ولا الاولى ان انا استمر على المقاطعة المسلمين كتير خلي اغلبهم يقاطع وبعضهم يزور ولا نخوّن بعضنا البعض بس بسيطة يعني بسيطة ممكن يمشي حكاية كده لكن لا لا يقبلوا الرأي الاخر ولا يقبلوا وجهة النظر الاخرى ويدرقوا المصلحة بايه يدرقوا المفسادة الكبيرة يدرقوها يدرقوا المفسادة الصغيرة بالمفسادة الاكبر اه دا ما بقعش في فقه بقى ما بقعش في بصيرة دا ما بقعوش بهدو على الله على بصيرة بقى دا ما بقعه هوا اهواء في النفوس ثم النبي قال لا تشد الرحال الا لثلاث مساجد وكان المسجد لما قال الحديث دا كان تبع الرومان محتلين وبالرغم من كده كان الناس الصحابة تروح تزور حتى قبل فتح بيت المقدس لا فت سيدنا عمر كان الصحابة تروح تزور بيت المقدس وتحت الاحتلال الروماني معنى كده ان احنا كنا قابلين والصالبيين احتلوا الارض المقدسة دي ربعمية وخمسين سنة والمسلمين يزوروا المسجد الاقصى بار لحد ما جاء صلاح الدين بعد ربعمية وخمسين سنة حرر بيت المقدس ما امتنعش المسلمون ابدا في اي مرحلة من مراحلهم من زيارة البيت المسجد الاقصى ابدا الا في المعصر الحديث بقالنا 40 سنة ماشينا على مذهب مين مذهب الاعلاميين والسياسيين والبابا شنود وانت عارف ان المسجد الاقصى اللي ضيعه السياسيين وفساد السياسيين مش فساد المتدينين فهي السياسة اللي افسدته فلازم نراجع مرة انفسنا ونرجع نقرأ قرآن تاني ونشوف ازاي ان الانبياء كان اكتهدهم يختلف وبالرغم من كده يفضلوا انبياء برده وان يكتهدوا في الفروع ويختلفوا ويفضلوا انبياء برده سيدنا داود يكتهد في القضية وسيدنا سليمان في نفس القضية يكتهد بحكم اخر ويفضل داود نبي ويفضل سليمان نبي واخد بالك يقول ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلي فيه انباء المعاني دي كلها عشان كده تعرب ان الناس الوقت في هذا الزمان كثير منهم يقرأ القرآن لا يجاوز طرقي ما عندوش فهمة في القرآن وبقت اعجاب كل ذي رأي برأيه واخد بالك والشح المطاع والهوى المتبع زي ما النبي وصف حالنا كده فلازم نخرج من هذه الازمة اللي احنا فيه ونعذر بعدين لبعض في الامور الخلافية ولا نفسق بعدين لبعض على امور قد يختلف فجاة النظر فيها قد يكون المقاطع له ثواب في المقاطعة وقد يكون الزائر لو سأوف الزيار كلهم على نيته واضح؟ قلنا في خطبة الجمعة الماضية ونزلوها على اليوتيوب خطبة الجمعة الماضية ونزلوها على اليوتيوب واسمها سمناها ايه؟ نزلتوها على اليوتيوب ولا؟ نزلت على اليوتيوب ونسمناها سوء الظن فساد ذات البين كان عنوان خطبة الجمعة لفتلك احنا مش بنروج لأحدى الفكرتين على فكرة انا لا اروج لا للزيارة ولا للمقاطعة انا لا اروج لأي فكرة من الفكرتين ولكن اروج فقط بحسن الظن في المسلمين جميعا في الذي يحب أن يزور والذي يريد أن يقاطع لأن هذا يزور لتثبيت المسلمين والمحافظة على معالم الاسلام في هذه البلاد في هذه النية ويأخذ سواب العبادة هناك والآخر يمتنع مخافة أن يعتبر اليهود أن هذا تطبيع وموافقة ضمنية على بقائهم في هذه البلاد فده يسبع لهذه النية وهذا يسبع لهذه النية ونبدأ الاخوة متحبين ونحن الحمد لله عددنا كثير ملايين تنتنع وملايين تزور لحد ما ربنا يعفو عنا ويبعث لنا من يحرر هذه الأماكن المقدسة من قيادة رشدة ومن جيوش مخلصة لأن ما فيش قيادة رشدة ولا فيه جيوش مخلصة للدعوة للإسلام الوقت الجيوش مخلصة لنظم حكم وليس للإسلام كإسلام هذه المشكلة فربنا ينجينا واجهة نظرك كده ما يجرىش حاجة روح انت زور ما يجرىش حاجة يا سيدي روح انت زور انت شايف ان كده ان الامتناع ده مصلحة لليهود أكتر فانا عايزة بقى ضد مصلحتهم فهروح ازور عشان يسبت حق عوام المسلمين يقولك ايه مصمر جوح فلنجعل فلنجعل سفرنا الى هذه الاماكن مصمر جوحة ان ما زال لنا حق في هذه البلاد ووعد ايه تفرطه فيها وجهة نظر لطيفة وجهة نظر تانية قد لا اكون موافقا فيها لكن اعذر من يتبنها لكن لا اعذر ان الذي تبنى فكرة يعيف الذي تبنى الفكرة الاخرى لان لا تسيء الظن باخوك المسلم سوء الظن بالمسلم كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم وفساد ذات البين والرسول يقول على فساد البين انها الحالقة لا اقول تحلقوا الشعب ولكن تحلقوا الدين ايه كده النبي صلى الله عليه وسلم علشان كده بيقولك ايه الامام الشافي بيقول لها نكاحة الا بولين مرشد قال الشفعي رضي الله عنه والمرد بالمرشد العدل ايه غير الفاسك وهذا في غير الامام الاعظم اما هو فلا يضر فسقه شفت بقى لزي الكلام اللي احنا قلناه دا كله راجع بقى الكلام اللي قلناه دا كله لانه لا ينعزل به فيزود بناته وبنات غيره بالولاية العامة تفخيما لشأنه ومحل ذلك إن لم يكن لهن ولي غيره وإلا قدما لأن الولاية الخاصة مقدمة على العامة ولو كان الولي فاسقا وكان بحيث لو سلب الولاية لنتقلت إلى حاكم فاسق زوج الحاكم الفاسق لأنه يزوج مع فسقه بخلاف الولي الفاسق خلافا لما أفت به الغزال من أنه لا تنتقل الولاية بل يزوج الفاسق حينئذ قال ولا سبيل إلا الفتوى بغيره لأن الفسق قد عم العباد والبلاد والأوجه الأول لأن الحاكم لا ينعزل بالفسق بل ينفذ حكمه للضرورة أما الولي ينعزل بالفسق تهمت المسألة واستثمى المصنف من ذلك أي المذكور من شرط الإسلام والعدالة ما تضمنه قوله أي من أن الكافر يلي الكافرة يعني ممكن يبقى الولي كافر في زواج الكافرة أب مسيحي بيجوز بنته المسيحية خليه ولي بيزوج بنته المسيحية المسلم خليه ولي تهمت بقى إزاي يستثنى بقى وأذا مستثنى من شرط الإسلام في الولي ومن أن السيد الفاسق يزوج أمته السيد الفاسق اللي هو مالك الأمة الأمة دي رقيق فسيدها اللي هو مالكها له أن يزوجها مع فاسقه لأنه يزوجها بالملك لا بالولاية يزوج هنا بالملك لا بالولاية خدت بالك وهذا مستثنى من شرط العدالة في الولي لكن استثناء سوري مكتوب عندك إيه هذه آه أنا عندي ممسوحة خالص استثناء هذه سوري هذه الصورة يعني لأن السيد زوج أمته بالملك لا بالولاية فما يفعش بمستثنة يعني دي صورة بس لكن مش في الحقيقة قولوا لأنه إلا أنه أي الحل والشأن لا يفتقر نكاح الذنمية إلى إسلام الولي أي لأن الكافر يالي الكافرة ولو اختلفت ملتهما إحنا عندنا في باب الإرث قلنا إن من موانع الإرث اختلاف الدين في كده بره من موانع الإرث اختلاف الدين طيب هل بقى كل ملة دين شكل ولا كل ما هو خلاف الإسلام ملة واحدة كفر واحد مذهبان الشفعية قالوا أن كل الكفر ملة واحدة تهمت إزاي فالمسيحي يورس اليهودية واليهودي يورس البوزي لأن كل ملة للكفر ملة واحدة مذهب الشفعية مذهب الأحناف ومن وافقهم أن الكفر ملة المتعددة فالمسيحي لا يارس اليهودية ولا اليهودي يارس البوزية ولابد أن يتفقوا في الملة واضح؟ يبقى فيها مذهبان مذهب الشفعية الكفر كل ملة واحدة وتعريف الكفر كل ما خلف الإسلام واضح؟ فنهى أنه يقول لك إيه؟ ولو اختلفت ملة ملتهما لأن الكافر يلي الكافرة ولو اختلفت ملتهما بناء على إيه؟ على أن الكفر كل ملة واحدة هذه المسألة هنا جمزها بالشفعية كده لو قردت في كتب الأحناف تليها فيها مسألة مختلفة لأن عندهم كل ملة كفر شكل واخذ بالك فيزوج اليهودي النصرانية وبالعكس كالإرث زي في الإرث برضه إحنا نمشينا على أن الكفر كله ملة واحد واضح؟ وقضية التشبيه بالإرث أنه لا ولاية لحربي على ذمين يعني الحربي لو إحنا الكفار بالنسبة للمسلمين تلت أنواع الكفار بالنسبة للمسلمين من حيث السياسة لا من حيث الديانة فمن حيث الديانة كل الكفر واحد وكل ما خلف الإسلام ده من حيث الديانة طب ومن حيث السياسة العلاقات السياسية ينقسم الكفار إلى ثلاثة أنواع عند المسلمين كافر معاهد يعني عايش في بلد وبيننا وبين عهود فنوفي بالعهود ولا نعتدي عليه طالما لا يعتدي عليه كويس؟ ده المعاهد الأول كافر مستأمن يعني عايش في وسطنا لكنه ياخد عقد أمان عقد زمة بيدفع جزية أو مواطنة في العصر الحديث أو معاه فيزة تأشيرة سياحة مرور وخروج زي السياح أو إقامة ده اسمه مستأمن واضح؟ والنوع الثالث حربي يعني بيحاربنا قد تبقى لك يبقى الكافر الحربي لما ينفعش يبقى ولي واضح؟ خالص لكن المعاهد والمستأمن ينفع يبقى ولي واضح؟ والتشبيه بالإرث أنه لا ولاية لحربية على ذنمية وبالعكس وهو كذلك والمستأمن كالذنم كما صححه البلقيني طبعا في العصر الحديث يقوله المواطنة بقى في عقد جديد سياسي يقره الإسلام أيضا وهو عقد المواطنة وإن كان ليس معمولا به في عصر النبي إلا أنه ليس زمنيا عنه واضح؟ إنه يجي لك غير المسلم يقولك أنا مش هدفع جزية الجزية دي كان بيدفعها مقابل إيه؟ مقابل شماية إنه نحميه وندفع عنه ونؤمنه في أمواله ومقابل ذلك ما يبقاش جندي في الجيش عشان ما يعرضش نفسه للموت فبيدفع هذا المبلغ مقابل حماية حتى لا يدخل في الجيش ولا يبقى جندي ولا يحضر حروب معانا كويس؟ أدي أقصى عقد الزمة كويس؟ للوقت يقال لك خلاص أنا مش عايز أدفع عقد الزمة لأن أنت عرضتها علي أن الزمة دي إزلال وأنا محبش الزل قلنا له ده مش إزلال لأن أذلة وهم صاغرون أذلة يعني مزللين منقادين لحكم الإسلام مش أذلة يعني من الزل أذلة من التزليل أي منقاد لحكم الإسلام يعني ماشي تحت إيه؟ تحت سلطة القانون أدي معنى زي ما ربنا بيقول كده للمؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أذلة يعني مزللين منقادين مش أذلة من الزل ده أذلة من التزليل والانقياد فربنا قال في المسلمين في المؤمنين أذل على المؤمنين وقال التانية هنا إيه حتى يقول الجزء عن يدن وهم صاغرون يقول لك أذلاء في التفسير أذلاء يفتكرونها من الظل من الظل وهي من التزليل والانقياد لكن المسلمين في العصر الحديث عرضوا دينهم غلط على غير المسلمين فأخطأوا العبارة ففهموا غير المسلمين أن الجزء يتعدل الظل والمزلة والخزي والعار فليجي تقوله تدفع الجزء ويقول لك لا يأنف فقامت بقى المسألة خلاص ما تدفعش الجزء بس تخش الجيش فبقاهم يخش الجيش وخش الشرك وخش الشرك واضح إذن الكلام يبقى معقد مواطنة بقى بقى صار مواطنا مستأمنا له ما لنا وعليه ما علينا وله أن يدخل في الجيش ويتولى المناصب وغير كل حاجة خلاص ما فيش مشكلة والإسلام لا يمنع مثل هذه العقود على فكرة واضح يبقى نشوف هنا ايه والمستأمن انت تحط هنا بقى ايه طبعا دا كتاب مكتوب من 200 سنة 300 سنة لما تقرأ انت في العصر بتاعنا تحط زيادة ايه والمواطن المواطن غير المسلم في البلد المسلم عشان يدخل بقى ايه عقد المواطنة اللي هو عقد الجديد اللي هو ما كانش موجود ايام الفقاء اللي بيكتبوا الكتب كالزمي كما صححه البلقيني ومحل ذلك إن كان عدلا في دينه بأن لم يرتكب محرما مفسقا في اعتقاده يعني يتصح ولاية الكافر على الكافرة إن كان عدلا في نظر اهل ديانته لكن لما يبقى فاسق في عند اهل ديانته يعني هو مسيح وتسأل عليه المسيحيين يقولك ده راجل موجرم سكير ده قليل الأدب الله ده ما ينفعش بقى عدل حتى اهل ديانته مش قابلينه فهمت زيبة ده ما ينفعش ولايته حتى لتزود بنته يبقى لازم يكون في الحالة دي عدل عند اهل ديانته غير مشهورا بفاسق عنده واضح ومحل ذلك أن يكون عدلا في دينه بأن لم يرتكب محرما مفسقا مفسقا في اعتقاده فإن لم يكن عدلا في دينه بأن ارتكب المحرم المذكور لم يلي الكافرة لأن الفاسق عندهم كالفاسق عندنا وظاهر كلامهم أنه لفرق بين تزويج الكافر لكافرة لكافر وتزوجها لمسلم يعني لفرق أن يزوج بنته المسلم أو يزوج بنته الكافر طالما هو عدل في نظر دينه فينفع يبقى ولي زوجتك الكتابية هو أبوها الكتاب واخد بالك زي ما فيش مشكلة طالما هو عدل في دينه وهو كذلك لكن لا يزوج المسلم قاضيهم قاضيهم ما ينفعش بقى المسلم يجي القاضي اللي هو حاكمهم دليل إن إحنا ممكن يبقى عندنا قضاء منفصل لهيه لغير المسلمين لا بأس لو طلبوا بهذا نديهم مش مشكلة عندهم نعمل قضاء خاص بالأحوال الشخصية متعلق بغير المسلمين يقضوا إيه قضاياهم على خلافي ما نقضي نحن بمقتضى لنا لا نلزمه بمقتضى لنا في الحوال الشخصية لا بأس ما فيش إشكال عندنا عشان تبقى دولة مدنية ما يجرىش حاجة لأن الإسلام أصلا دولته مدنية وليس الدينية الدولة الدينية عند المسلمين لا تكون إلا إذا كان حاكمهم معصوم والحاكم المعصوم هو النبي مات يبقى ما بعد النبي كله دولة مدنية لحد ما ينزل سيدنا عيسى بن مريم ترجع دولة دينية في آخر الزمان لأن ده نبي بين البنين بين وفاة النبي وبين نزول عيسى بن مريم الحكم في الإسلام مدني تراعي الأقليات وتراعي الديانات الأخرى وتراعي مثل هذه الأشياء واللي يقول غير كده يبقى مش فهم الإسلام يرجع تاني يقعد يقرأ الإسلام بقى على المشايخ ويفهمه عشان بيعمل شوشرة ومضيع وقت الناس لكن لا يزوج المسلم خديهم وهذا في الكافر الأصلي الكافر الأصلي اللي هو ايه؟ يعني لم يسبق له الدخول للإسلام ثم مرتد الكافر الأصلي اللي هو فضل على دينه وغير الإسلام ما غيروش ده اسمه كافر أصلي واخد بالك بس بتفتكر في كافر أصلي وكافر تايواني يعني الأصلي اللي هو يفضل الكافر على طول والمرتد علشان يخالب بين لأن المرتد كافر برضو بس مش أصلي وهذا في الكافر الأصلي أما المرتد فليالي مطلقا لا على مسلمة ولا على كافر ولا على مرتدة لانقطاع الموالاة بينه وبين غيره آه يبقى الجماعة اللي هم البهائية اللي ظهروا جديد دول دول مرتدين ما ينفعش فيهم ولاية بقيمتني بقى ازاي؟ يبقى يدخل فيهم البهائيين والإسماعيليين والبطنيين وقل بقى زي ما انت عايز دول يدخلوا لأنه المرتدين ما تنفعش ولايتهم لانقطاع الموالاة بينه وبين غيره وفرقوا بين ولاية الكافر على الكافرة وشهادته حيث لا تقبل ولو في نكاح كافرة بأن الشهادة مح بولاية على الغير وليس الكافر أهلا له يعني قالك احنا أيلينش في الشهادة ما ينفعش شهود كفار لكن في الولاية ممكن ولاية الكافر على الكافرة ولو كانت زواج لمسلم طب ليه في الشهادة قلنا ما ينفعش الكافر بأي صورة لكن في الولاية ينفع الكافر في بعض السور هذه المسألة اللي بيقولك فعلا بيقولك الفرق إيه؟ بأن الشهادة مح بولاية على الغير مح بولاية على الغير وليس الكافر أهلا لها الرسول بيقول الإسلام يعلو ولا يعلو عليه والشهادة مح بولاية قالت بالك والولي كما يرعي حظ مواليته يرعي حظ نفسه في دفع العرع عن الناسب لكن الولي الثاني الولي ده ده بيرعي حظ بنته وهو حريص على حظ بنته وعلى إيه؟ وبالتالي حرص وشفقته على بنته صححت ولايته لها أما الشهادة فهي مح بولاية فقط وليس فيها مرعاة مصلح تمت وبالتالي طالما هي الولاية الشهادة نهض ولاية بغير مرعاة المصلحة فيبقى نتشدد فيها يبقى لازم يبقى موسل أما الولاية فيها مرعاة المصلحة في الولي مرعاة المصلحة مع وجود الولاية فمرعاة المصلحة مع وجود الولاية توفرت في ولي الكافرة لأنه هو لوجود شفقة الأب على بنته أو شفقة الأخ على أخته أو شفقة الجد على حفيدته وبالتالي نصححها لوجود قرينة الشفقة واضح قول ولا يفتكر نكاح الأمى إلى عدالة السيد أي لأنه يزوجها بالملك ولا يفتكر نكاح الأمى إلى عدالة السيد برضو الأمى الرقيق يعني لا يفتكر إلى عدالة سيدها لأنه بيجوزها بالملك لا بالولاية حتى يحتاج إلى عدالة وقوله فيجوز أن يكون فاسقا أي فيجوز أن يكون السيد في نكاح الأمى فاسقا ولا فرق في تزوجها لعبده وتزوجها لحر بشرطه وكذلك يجوز كونه رقيقا مكاتبا أو مبعضا أو كافرا في كافرة كل الكلام دا قلناه قبل كده فاقتصار الشارح على الفاسق إنما هو بالنظر لتعبير المصنب بالعدالة وجميع ما سبق في الولي يعتبر في شهدين النكاح اللي هو الإسلام والبلوغ والعدل والعدالة كل دا زي ما قلنا دول يشترطوا في الولي يشترطوا برضو في شهود عقب النكاح أي كما هو صريح لكلام المصنب فاشترط فيهم الإسلام فلا يصح النكاح بشاهدين كافرين ولو في نكاح الكافرة والبلوغ فلا يصح النكاح بشاهدين صغيرين والعقل فلا يصح النكاح بشاهدين مجنونين والحرية فلا يصح النكاح بشاهدين رقيقين والذكورة فلا يصح النكاح بشاهدة امرأتين ولا خنسيين والعدالة فلا يصح النكاح بشاهدين فاسقين وقد تقدم التدبيع على ذلك مفرقة وأما العمى فلا يقدح في الولاية في الأصح العمى باء لا يقدح في الولاية في الأصح لأن فيه وجه تاني مقابل للأصح إنه لا يقدح في الولايات يبقى فيه وجهين في موضوع العمل أي فلا يقدح في ولاية التزويب على الأصح وهو المعتمد بحصول المقصود بالبحث والسماع وهذا بالنسبة لصحة العقد منه لكنه إذا عقد بمعين عقد بمعين يعني عقد على مهر معين يقول له مثلا إيه زوجتك ابنتي على أن تعطيها هذه السيارة مهرا طب هذه السيارة انت بشيث فهمت ده معين يبقى ما ينفعش طب لو عقد هو على معين صح العقد وتاخد مهر المثل فهمت بقى ازاي لأنه عم الشيث المعين واضح الكلام لكنه إذا عقد بمعين لغى المسمى ووجب مهر المثلي ويوكل في قبض المهر من الزوج وإقباضه للزوجة ولا يجوز للقاضي تفويد ولاية العقود للأعمى لأنه نوع من القضاء كما في شرح الرمض يعني ما ينفعش يبقى في مأزون أعمى يبقى لما تعدم على المأزونية يشترح أن يكون مبصرا لأن المأزون ده مفوض من الحاكم أن يحضر عقود الزواج فلابد أن يكون سليم الحواس واضح؟ فما ينفعش بأخرس ولا أعمى ولا أطرش لأنه هيقيم عقد الزواج والله تعالى أعلى وأعلم وأخذ الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك نشجع لنا نستفر وإليك